مرحبا بحضراتكم من جديد في رأي عام كان من المفروض ان احنا هنتكلم في فقرتنا الاسبوعية مع الدكتور مجدي عشور في هذه الحلقة يعني عن مصطلح من مصطلحات الصوفية من قموس الصوفية وهو الاذن بالذكر لكن مبارح الشهادة اللي قدل بيها محمد حسين يعقوب امام المحكمة وتكلمنا عنها مبارح كان فيها تفاصيل كتير حبنا نقف قدامها مع فضيلة مستشار المفتي وفي نفس الوقت هنتكلم برضو عن موضوع الاذن بالذكر والجدل اللي عمله خلال اليومين اللي فاته اهلا وسهلا بحضرتك فضيلة الدكتور اهلا وسهلا بحضرتك ولان شفت ازاي هذه الشهادة من حيث الشكل حتى على الاقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وانولا طبعا هي كانت جلسة مهمة ويعني اريد ان اقول تاريخية لانها من الجلسات التي تعد رافدا مش رافد تعد مظهرا من مظاهر 30 يونيو و3 سبعة التي هي افرزت المجتمع المصري افرزت الانسان المصري صاحب الهوية الوطنية والانسان الاخر الذي كان يعني يدعي اشياء وبعد ذلك ظهر ان هذه الادعاءات جميعها قد سقطت بطريقة ظاهرة للجميع يعني لو احببنا ان نعمل مسلسل مثل الاختيار عن الطيرات الارهابية المتطرفة حتى نبين لشبابنا خطر هذه الطيرات ومقر ما يتصرفون به وفيه والتقية التي يستخدمونها لكانت جلسة الامس اقوى من الدراما في هذا الامر لانها حقيقية فكانت حقيقية امام الجميع وليس امام الشعب المصري فقط والشعب العربي والاسلامي ولكن امام الشباب المغرر به هذا هو النموذج الذي كانوا يعتبرونه وطبعا في اكثر من نموذج عندهم يعتبرونه هو المرجعية القبرى هو الذي يعرف كل شيء باسبابهم الغينة الازهر الشريف او ابعدناه يعني نعوذ بالله من ابعدناه عن الساحة ولا نذكره فكانت جلسة اسميها كاشفة وفي هذا المنبر عند حضرتك اشكر السيد المستشار الذي كان دسما في اسئلته واقعيا يستكشف من امامه يريد ان يبين الحقائق ومن وراء هذه الحقائق يظهر للشباب المتهم الذي غرر به في ما يعرف بداعش امبابا يعرف على ما كان يستند هل كان يستند الى حقائق يعني جئنا بجبل من الثلج وتهاوى امام الجميع هذا الجبل خاصة امام اعين هؤلاء الشباب المغرر بهم فكانت جلسة كاشفة لكل هذا الطيار الذي كان يدعي احتكار الحقيقة الذي كان يدعي انه صاحب الرؤية الثاقبة وانه صاحب السقوك الربانية التي تأخذك كما يقولون قناة تأخذك الى الجنة فاعرفنا امبالح كيف تكون القناة تأخذ الى الجنة بهذه الطريقة التي ظهر فيها اما التملص واما الجهل لعدم التخصص او لعدم الادراك او عدم المعرفة رأينا اشياء كثيرة بس عفوان دكتور يعني هو بيقول او هو قال انه لم يتصدى للفتوى في يوم من الايام هذا الدعاء لو اننا حققنا واذا ليس من شأننا بالامس مثلا عند القاضي لا يحقق وانما يسمع الشهادة موجود يوتيوب كثير حضرتك ومحاضرات وغيره وغيره وكان بيقول اننا بتكلم عن العبادات لا يفتون في كل شيء ويتكلمون في كل شيء هذه الرموز وانا اقول ان مصر لا تنسى وزي ما سيادة الرئيس وخامة الرئيس قال ان اللي قصر قبايا عيت حاسب عليها الامر مش قبايا القبايا دي امرها سهل فما بن من هدموا عقولا واصبحت النفوس خاوية بسبب هذا الكلام لان جعلوا العقول متحجرة فاصبح ليس هناك عاطفة ولا وطنية ولا انتماء لوطن وانما عقول جامدة متحجرة ولذلك لا نقول انهم لم يفتوا بل تكلموا في كل شيء وانا الان يفتون معضوهم يعني يفتون ويتكلمون ويردون ويبدعون علماء الازهر بل مؤسسة الازهر باكملها فالحمد لله ان ظهر هذا بالامس في شهادة فقط شهادة واحدة ولكن هؤلاء يعني حضرتك بتقصدهم لم يظهروا فقط يعني في تلك الاونة يعني وانما قبل ذلك بكثير لما كانت يعني بتباع الكاسيتات بتاعتهم وكانت يعني بيتم استضافتهم في القنوات هي في حضرتك في الفترة السبعينيات بالذات والتمانيات والتسعينيات واواء العش يعني بعد الفين كانت فترة خصبة بالنسبة لهم هم ينظرون ان الساحة قد خلت لهم وان الامور مواتية وارادوا ان يملأوا فراغا موجودا وارادوا ان يشوهوا صورة العالم الازهري الحقيقي ومن ثم هم موجودون حقيقة من زمان وتوغلوا بادواتهم المشكلة ان الفكر المتطرف كما قلنا بلكده ان يصطنع كيانات موازية الشرائط اول ما تعملت بقدر ما كانت تصنع في الاغاني للناس والناس تفرح وتمرح كانت تصنع من هؤلاء القوم للكلام عن العذاب وعن كل وعن الحرام وعن هذه الاشياء يسمع هذا فريق ويسمع هذا فريق فكأننا انتصفنا في الشعب الى من هو وطني الخالص ويتكلم كأي مصري كما نعرف اباءنا امهتنا واخر كأنه ليس من ابناء جلدتنا يتكلم كأن بمصر لم يكن اسلام قبل ذلك او لم يكن اظهر اللي باله 1080 سنة ماشى على التراك ماشى على القطبان لا هم احبوا يلغون هذا ولكن هم ظهروا بالاشرطة نعم وظهروا بالقطب المدعومة وده السبب ان الدعم الكرير اللي كان جاي لهم من جهات كثيرة من جهات كثيرة وهنا بنقول ان انبارح اثبت القاضي واسبتت المحكمة ان التجربة المصرية هي الناجحة وليست اي تجربة اخرى اي تجربة اخرى لان دائش اللي كانوا موجودين بالامس دولا ومن على شاكلته هم تجربة غير مصرية سميها ما شئت اخذوا فكرهم من اي مكان انما التجربة المصرية نجحت في اخر الامر واستمرت التجربة المصرية وليست تجربة اية دولة اخرى في خصوص هذا الفكر الذي نتكلم عنه طيب اعود الى الشهادة التي قالها الشيخ يعقوب مبارح كان فيه تناقضات كثيرة في هذه الشهادة ايه دلالة ده فضلت الدكتور هذه دلالة بتدل زي ما قلت لحضرتك التراء التراء المتطرف او امتداد الخوارج حضرتك عنده مشكلتين المشكلة الاولى انه قد يكون جاهلا ويظن انه عالم ودي مصيبة المصائب ان الانسان يكون جاهل ويظن انه عالم فاضلا انه يعلم او يظن انه اعلم اهل الارض الشيء التاني عفوا انا اسف هل تعتبر ان الشيخ يعقوب ده من الخوارج انا بقول امتداد فكر الخوارج عندنا ليس فقط الذين احنا طبعا منتهي خوارج الذين يحملون السلاح على الدولة ويحملون السلاح على ابناء الوطن ويحملون السلاح على المسلمين وليسوا هم من اهل الاختصاص في هذا يعني مش هم الدولة يعني هو امتداد للخوارج انما هم فكرهم هذا فيه شيء من فكر الخوارج ويغزي أيضا شيئا لفكر الخوارج لأن حضرتك طبعا لأن كما نعرف وذا نريد أن نشرحه وشرحناه للجميع أن في طيار بيبقى دعوي في الأول ونتكلم في الدعوة في الأول ونتقل الله ونصلي بعد ذلك نشق منه طيار بقى طيار جهادي يحمل السلاح زي الإخوان المسلمين في الأول ما بدأوا بدأوا دعويا وبعد ذلك الجهاز السري عندهم فكانت الدعوة ليست بالحكمة والموعظة الحسنة انشق الأمر وهكذا الجماعات التي تريد أن تعمل ككيانات موازية للدولة إذن مسألة الجهل وعدم العلم أو ظن امتلاك الحقيقة الأمر الثاني وده العيب الحقيقي استخدام التقية التقية بمعنى أي شيء بمعنى أنه قد يقول قولا آتي أمام هؤلاء الناس أنقض هذا القول وأقول بعكسي ليه يقول كده ليه هل هو خوف هل هو يخاف على نفسه بس إذا فيه شباب مغرر بسبب داخل السجن هذه هي القوة هذا هو الحق الأمر الثاني ممكن بعضهم أثناء التاريخ في عبر التاريخ ممكن بعضهم يستخدم التقية لأنه يستحل الكذب على من أمامه الأمامي ده علماني أو لبرالي أو أي شيء فأنا أستحل الكذب أمامه فيستخدم التقية وعلى فكرة دي مشكلة برضو ونريد أن ننبه الشباب أن يفتكر آه ما تجذب عليهم ده مش عيد ليه الكذب وعيب في كل مكان سيدنا النبي سيقال أيكون المؤمن جبانا قال نعم أيكون بخيرا قال نعم أيكون كذبا قال لا المؤمن لا يكون كذبا عاوز أقول له حضرتك حاجة الأفقار المتطرفة أصحابها في الآخر وده مس النموذج بالأمس وأنا أقول دعوة يعني من زبان أقول هذا إن اللي يظل على الطيار المتشدد ويستمر سيصير في الآخر أنه مريض نفسي يحصل عنده عدم اتساق نفسي كأنه بشخصيتين فيذكر الشيء ونقيده ليه ما فيش اتساق نفسي طب حضرتك بتقول أنه يعني أمثال الشيخ يعقوب يعني غرروا بالكثيرين يعني العديد منهم في السجون الآن هل تتخيل كيف تلقى هؤلاء المغرر بهم شهادة الشيخ يعقوب أنا من خلال متابعاتي على الفيسبوك ومن خلال خلفيات التاريخية لهذه الجماعات هم يعني يصنفوا تصنيفات بعضهم الشباب اللي هو بنسميه الطبور الأخراني اللي هم لسه صغارين هيفجوا ويدهشوا ويستغربوا ويده اللي بنخاف عليه اللي هم ما يعرفوش أصحاب الصدارة في الفكر المتشدد المتطرف إن ممكن كلامك هذا ورجوعك عما كنت تقوله سيصيب قطاعا غير قليل من الشباب بالصدمة وليس فقط بالصدمة ولكن ممكن في بعضهم هو الشيخ بيبقى كده فممكن إن هو لا يحب الديانة وظن أن الديانة في هذا الشكل فأنا لا أريد الديانة بهذه الطريقة يعني ممكن يخرج من الدين بعضهم ده حنا الوقت حضرتك في دار الإفتاء المصرية بنحراب بالجنة في مسألة الإلحاد والإلحاد سببه أسبابه كثيرة منها إن في طيار متشدد وكانوا يعتقدون أن هؤلاء أصحاب الحق والحقيقة فظهر لهم وبان أنهم على غير ذلك فإنسان اللي هو الشاب ينكمش ولا يريد أن يجرب تجربة أخرى في طرف تاني أو في صنف تاني من الناس بيبقى ساكت لا يعرف شيئا صنف تالت بيبقى عارف جواه إن هذا الإنسان أو أي إنسان بغض النظر لا نصم إنسانا بعيده يكذب ولكن لا أستطيع أن أبوح بأنه يكذب لأنني كنت يوما تبعا له فلا يستطيع البوحة بذلك إلا بقى اللي هم ضالعين في التشدد والتطرف ممكن سيوافقون على هذا الكلام ويقولون لقد استخدمت التقية ونحن لو مكانك سنستخدم أيضا هذا الأمر اللي هو التقية ونكذب على هذا القاضي أو هذا المستشار أو على لمنة المحكمة الموقرة هيئة المحكمة الموقرة لأن هم شايفين أن هم جنس وبقية الناس جنس آخر من حيث الديانة ومن حيث الهوية طيب جميل جدا خلينا نروح لموضوع آخر وهو الموضوع الخاص بالإذن بالذكر بشكل كده مبسط إيه هو مفهوم الذكر؟ مفهوم الذكر كما يعرف الناس ليه مفهوم لغة واستلاحة اللي احنا نقصده لاستلاحة مفهوم الذكر أن القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتبهوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفعلون ذكر الله أن نذكر الله بأسمائه وصفاته يعني أنك تريد أن تعيش حالة مع الله هذه الحالة قلت أو قصرت صغرت أو كبرت إن هي بتذكر الله عز وجل وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيفية الزكر وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاي لكل الناس ليس لأناس مخصصين فعل ذلك علم وجعل الزكر مطلقا لكل الناس لا يستثني أحدا عن أحد ولكن كل إنسان وهمته اللي خلى مصطلح الذكر يكون في مثل هذه الأمور إيه إنه هو المصطلح الوحيد اللي جي مقترم في القرآن بكلمة كثيرا الكثرة دي أنا هعملها أدي إيه لما جي وأقول ابني مثلا المدرس كان زمان وإحنا في الابتدائي يقول لنا إيه أنت هتاخد أجازة نصف سنة يقول له يقول لك اكتب الصفحة الفلانية 15 مرة طب ومش معنا 15 مرة أو 10 مرات أو 20 يعني كانتش بقول 15 بيقول يا إما عشرة يا إما عشرين بيمشي بالحاجات اللي هي كده ليه بيقول عشرة عشرين على سبيل الكثرة وإن أنت تشتغل فيها كتير عشان إذا كتاخد على الكتابة وتحيل تدريبك كتير الذكرى عشان جي في القرآن ذكرا كثيرا عاوزين نحقق الكثرة نحققها إزاي هنا اللي يقول مين الكثرة الكثرة إيه من ناحية اللغة إنه يقول أقل الجمع ثلاثة إما تقول ثلاثة فيما فوق إنت دخلت في الجمع يبقى كويس عشان كده لما تذكر ما يبقى أشأ أقل من ثلاثة ذكرك يبقى ثلاث مرات وأزيد عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول الحديث كان يقوله ثلاثة مرات السيدة أمو سلمة تقول لي عشان خاطر الناس تفهم الحديث وتحفظه وفي معنى آخر هو أنه صلى الله عليه وسلم كده كأنه يذكر الله بذكره الحديث لأنه ذكر الأمر ثلاث مرات ففي معنى باطن لهذا الأمر أو معنى إشاري كما يقولون أو لطيفة من اللطائف فعشان كده الذكر الكثير كيف نوقعه أي حاجة أمو له حضراتي اعمل اللي انت عاوسه اعمل قدي كم مرة بابا أو كم مرة بيشاف ايه اقول لك اعمل انت عاوسه بنسميه عندنا في الشريعة ده حاجة مطلقة كثيرا لازم تقع في الواقع مشخصة ومقيدة بعدد القيد العدد ده من اللي يقوله ممكن حضراتك تعمله لوحدك ممكن حدي تاني يقولك العدد ده يعني مسألة أو مفهوم الإذن بالذكر له أساس؟ طبعا ليه أساس لأنه عندنا فيه إذن عام لما واحد يجي مثلا حضراتك عاوز يذكر الله عز وجل هل لازم حد يقول له اذكر الله؟ لا بدا هو إنسان كده مؤمن فبالأول بيذكر ربنا قاعد يذكر ربنا قاعد يحمد الله عشرين تلاتين مرة مئة مرة خلاص مفيش مشكلة إنما الإذن بالذكر ليه هل الإذن ده اللي هيدخلك الجنة؟ لا إحنا عندنا ابتداء مطلق الزكر ده هو امتسال أمر الله ويكون مظنة إن ربنا يرضى عن الإنسان بهذا الذكر إنما فيه أذكار تانية ممكن تكون يعني مثلا بعض العلماء الكلمة قهار فيها قهر شديدة بيسموها عندنا عند أهل التسكية بيسموها من صفات الجلال فيها قوة كده فيقول لك لما تقول قهار كتير مثلا وإنت ما تعرفش نفسك كويس يعني ممكن تقول يا لطيف فيلطيف دي فلطف جمال صفات الجمال فتقولها فاش حاجة بسيطة إنما الصفات الجلال اللي هي فيها شدة وقوة زي منتقم زي قهار يقول لك إحنا بس نخاف لإن آثار هذا الذكر الذي هو من صفات الجلال ممكن الإنسان ما يتحملهاش بطبيعته التكوينية فنقوله طب يعني نعمل إيه قال له ما ممكن بها هنا في شيخ خبير يعرفك بس إن ده تجليات الإسم ده عظيمة ليه عشان كده بتقوله يا قهار بتقوله قهرني لا اقهر أعدائي لإن صفة القهر صفة الجلال لا معلش في حتة بس عشان ما نعدهاش يعني إيه ما يتحملهاش يعني صفات الجلال إلي صفات الشدة تمام وعشان النسان يفهم معنى كلمة القهر أو معنى صفة الجلال أنا لو هقول دلوقت يا قهار ألف مرة إيه اللي ممكن يحصل لي مش هيحصل حاجة بس يا قهار على إيه ممكن نقوله لأنه مطلق أسماء للحسنة ومنت من التسعة وتسعين اسم إنما هتقولها فاهم معناها ما نحن لازم عندنا فاهم المعنى جميل فاهم معناها والمعنى ده مرتبط حضرتك بيه إنه صفة جمال ولا جلال ما لما تيجي حضرتك تدعو لنفسك بالمغفرة والرحمة والعفو لازم تختار اسم يليق لما الواحد يجي في لحظة تجلي يعني اللي هي لحظة تجلي بمعنى إيه اللي هي لحظة انبساط لحظة راحة وجمال كده هل أقوله يا منتقم يا منتقم هل يليق هذا بهذا لا بنقوله لا إيه هاتي الصفات أو أسماء الله التي تريق بالمقام أو الحالة التي أنت فيها جاب هذه الصفات خلاص إيه اللي ممكن يتعرض له من ضرر يعني ما فيش ضرر بس انت بتدعو في غير محله مجرد الإذن بالذكر أيضا بيعرفك معنى الكلمة إيه وإمتى تدعو بيها هل في ورد دليل في القرآن أو في السنة على مفهوم الإذن بالذكر لا القرآن والسنة جاء مطلقا بالإذن بالذكر ولكن اللي خل العملية عشان أقوم مع حضرتك يعني لأن احنا مش بعيدين على الساحة ليه أنا مثلا واحد يقول لي قولي يا الله مثلا كم مرة ايه سبب في كده بيروح واحد مش متعلم بيروح للشيخ عندنا في عند السادة أهل التسكية وأهل الأخلاق عندهم حاجة اسمها تجريبيات مروا بتجربة فهو واحد مر بتجريب فلا أنه هو لما بيذكر ربنا مئة مرة مثلا مثلا يعني فيلاقي إنه حصل له حال إنه هو يعني علو شوية حالته الروحية عيدة شوية فهو راح قال حالته الروحية عيدة دي فييجي التاني يسأله يقول له لو عاوز أذكر الله حالته تبقى حيل وكده حسن نروح عليها أعمل إيه؟ فمن تجربته هو اللي هي من مرة واثنين وعشر شوية اسمها تجربة يقول له تم تقول يا الله مثلا مئة مرة هنا السؤال لازم أقول مئة مرة؟ لا مش لازم تقول مئة مرة دي تجربة يعني مش بالشريعة إحنا كلنا خاضعين أو خاضعون للشريعة وحكم الشريعة الأمور التجربية تروح انت بقى لإيه؟ لوحدك كده بون تجربية بس مش هي دي الشريعة اللي إحنا عاوزينها الشريعة الذكر مفتوح ومطلق للجميع للمتعلم ولغير المتعلم طيب الإنسان يروح لأي مجرب ما ده بقى اللي بيجي من أي مجرب بيظهر إنسان بيكون انت شافه في عمل صالح لما يجي الوقتي أسأل حضرتك في حاجة إعلامية هروح لواحد قبل ما أخش مبنى مدينة الإنتاج ولو الأستاذ عمر عبد الحميد ممكن في النحة الإعلامية هو أعلم بهذا فأنا هروح للي أظهر علي أثر التجربة يعني انت شفته إيه اللي بيخليه شفته أنه راجل صالح يعني يلايق ذي الناس قائم في نفع الناس مش بالذكر بس إيه وعني افتكر أنه بالذكر بس إنسان يكون صالحا لا قائم ده للنهار نفع الناس وعن ما لي ينفع في الناس وعن ما لي يقف أزاه عن الناس عن ما لي يدعو الناس بالحكمة والموعزة الحسنة بطريقة صحيحة كل ده أشوفه وشوفه أنه هو بقى يعني يفعل ما يقول به وبيبان عليه أثر ذلك بيبان فأقول ده أهل تجربة في هذا الأمر فأنا أسأله يمكن هو يعرف بس السؤال لازم أسأله لازم أخذ الإذن عشان هو أذكر الله أبدا طب لو ما فيش حد يدي إذن للناس ما تذكرش ربنا خالص لا تذكر ربنا لذلك هل أخذ الإذن بالذكر شرط في الزكر ليس شرطا في الزكر ولكن لو واحد ودي تجارب فردية لا نريد أن نعممها وإلا نظلم نظلم العموم إنما تجارب فردية وردت في التاريخ ورد عند أهل التصوف أو أهل الأخلاق إن الشيخ ده قال إذكره بالطريقة الفنانية أو عدك كذا خلاص إنما يا شيخ يا كبير إنت هل نعمم هذه التجربة على الناس لا نعمم هذه التجربة على الناس وإنما هي في الأصل في خصوصية نفسك ليه عندنا مسألة زي موتحرك المطلق هو قال عدد كبير معرفوش كثيرا فأنا حددته خليته مقيد ينزل في الواقع مقيد قلت أعمل 99 فهو عمل نقول له بس ده فهمك وتجربتك عاوز بقى خليها ليه يسألك تقول له والله أنا جربت وعملت كذا عاوز تعمل لا ما تعملش براحة إنما الأصل إيه الأصل أن مطلق الذكر إنما هو للصغير وللكبير ولكل أحد طيب هي المسألة بس يعني مسألة السمع والطاع فأنا آجي آآ أقلدهم وأروح لمفهوم الإذن بالذكر اللي هو صورة أخرى من صور السمع والطاع لا هي المشكلة في فارق بين الاثنين الأول طار المتشدد الإرهابي الأول المسألة آآ في الطاعة إحنا بنخلف معه في الطاعة في مفهومها ليه لأنه بيقوه شايف إن اللي شايفه هو بس طاعة وغيره على معصية وعلى ضلال بينما لو واحد تاني عاقل زي المسائل الفقهية حضرتك هتاخد بالرأي الفلاني وأنا بالرأي الفلاني فالشيخ ييجي يقول له اللي حتى اللي بيدي الزكة ده وقال له سكر مثلا هيجي يقول له كذا يقول له لا ده الشيخ الفلاني ده ممكن إيه هروح ما بيقول ليش عدد معين يقول له روح خلاص ده الأصل كده وما قالوش كده يبقى هنا عن خاف منه نقول له لا اوعة تفتكر إن الأمر أحادي أو أحادي الوجهة لا ده ليه أبعاد كثيرة ليه لأنه مختلف فيه وحسب بالفهم وحسب ايه التفسير فعشان كده بنقول ده هنا الطاعة عندي ده ده هو شايف إنه أهل طاعة والباقي أهل معصية التاني أو واحد مثلا أو أي واحد من عموم الناس أنا شايف إنه أنا أهل طاعة وغيري أهل طاعة إنما التاني المتشدد لا ده عنده هي ثنائية يا إما أهل طاعة ويبقوا معي يا إما كله يبقى أهل معصية وهكذا إنما التاني التعدد بقى تعدد المشارب زي كده مشربه يقول لك مشربه كذا هواه لي كذا المشارب تختلف ولكن في الآخر الغاية واحدة هو أن نذكر الله عز وجل فعشان كده بقوله بقوله ده يا شيخ انت بتقول إن كلامك ده ما فيش غيره اللي صح لو قال ما فيش غيره اللي صح أنقوله إنت ممكن ما قالك هيكون زي التانيين دولار اللي هم المتشددين المتطرفين لو قال لا أنا كل واحد يعمل اللي هو عاوزه طالما نجيه في سعة أمر إلا ذكرا كثيرا مطلقا وعشان كده لو إحنا قيدنا تطلق ربنا الإطلاق بتاع الله عز وجل يبقى حنضيق رحمة الله ده أقولك ذكرا كثيرا لو قلت حضرت أنا أقول ثلاثة أنا أقول ألف أنا أقول عشر طيب من فين جاء الرقم اللي هو 658 لأ رقم ده ممكن يكون حاجة تانية بقى فيه يعني علم ده وده جي كده في التاريخ حاجة اسمها علم الجمل كل حرفه ارتبط بأبجد هوس حطي كريمون وهكذا هذا كلام صحيح وأبجد الألف عليه واحد وهكذا قالوا التركيبات دي ودي يعني جات وأهل العلم تكلموا فيها كتير اللي هو بحساب الجمل فقالوا نراك شوفي الاسم بيتفكر من كم حرف ونشوف كل حرفه أصاده رقم كام نراك بالرقم ده وقال لك هذا الرقم نحسبه الأعدد الزكري به هذا ممكن نتكلم فيه هل هو كلام كده صحيح ولا غير صحيح هذا نتكلم فيه بس المسألة كده بتتعقد أكتر وأكتر يعني المسألة أبسط من كده يعني عايز تسكر ربين تسكر ربين ليه يعني الأحرف وعدد الأحرف والأرقام والبتاء والناس كانت فضية لذلك لما حد يجي حد يجي لي مثلا أنا أعتقد في حتى جالي في قائمة في الشغل واحد هل أنا عاوض تسكر ربين يقول لي أسكر ربين ازاي أقول ما تسكر ربين بأي حاجة يا سلام تقول يا رب هذه ذكر ربين قول يا الله قعد قول يا رحمن وهكذا أسكر ربين كم عدد اللي أنت عاوزه اللي بتقطق تجيبه وهكذا إنما العملية مش محددة بهذه الطريقة ممكن تقول وردت عند بعض الناس في ظروف خاصة لفئة مخصوصة اللي هي إيه يعني مثلا يكون الكتب كتبت إنه قال له اذكر ربين عشر تلاف مرة بلفز جلال الله فالرجل ده اللي قال بعشر تلاف مرة شاف إنه أمتي اللي قدامه تستحمل عشر تلاف مرة فقال خلاص خليش أغل في أو يكون واحد مؤذي للخلق فيقول له أنا عاوزك تشتغل النهاردة وتعمل عشر تلاف مرة كذا ليه عشان يصرفه عن أذى الخلق لما لما يشتغل بالذكر يعني ينصرف عن أذى الخلق فقطه بالتاريخ أورادة أشياء من هذه الأمور فإحنا خدناها وجردناها من سياقها وخدناها لا ده لازم هذا الأمر بهذه الطريقة لا يبقى لازم من واحد فاهم واعي وإن تعملها ليه أصلا كذا مش معنى الرقم ده طيب والباقي دولا من فعش يذكره يعني هو ده الزكير وغيره الزكير أكيد أوتوماتيكلي أقول لك لا اللي عاوز يذكر بس المهم يذكر ولو مرة واحدة فكم من واحد يذكر مئة مرة يسبقه من ذكر مرة واحدة عشان الزكر يعني حضور القلب أكثر من لسان والأفضل يعني من ده ده يعني أنه يعمل صالح يعمل عمل صالح يعمل عمل خير لذلك بس ما ممكن يذكر وروح يسرق وروح يرتشي لا عشان عنده ده ده مريض برضو نفسي يذكر وروح يرتشي ويستحل الرشوة لا لذلك احنا قلنا سيدنا النبي سواء قال خير الناس ما قالش إزا كده وتقال أنفعهم لناس لذلك سيدنا النبي لما داخل المدينة قال أول حاجة خير الأعمال قال إطعام الطعام وإفشاء السلام شوف كله للناس وصلة الأرحام وفي الآخر قال وقيامه بالليل والناس نيام يعني بالليل في الصلاة لوحدك كده بس دي آخر حاجة إنما الأول نفع الناس أول شيء عندما يجي حضرتك فقرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم قال إيه فذلك الذي يدعو اليتيم ما برحمش اليتيم والفقير والمسكين ولا يحض على طعام المسكين يبقى جيه الأول نفعي الناس بالذات الضعاف وبعدين قال إيه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساول برضو من ضمن الأسئلة المطروحة في مسألة تحديد الأعداد ومفهوم الإذن بالذكر يعني فيه ناس بتقول أنه ده بيتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فيه مش فيه لا لا مفيش تعارض لي أصيدي مسألة عدد ذكر التانية هو لازم فيه وسطة تخش بيني وبالربنا بين العبد وبين ربه لا وسطة الوسطة الأساسية اللي جات عن طريق الوحي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعشان كده الوسطة بتاعتنا كلنا صلى الله عليه وسلم باعتباره هو النبي الذي جاء بهذا الوحي أما لما تيجي تدعي ربنا الآية دي نزلت فيه حضرتك لها سبب نزول يقولوا يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناديه نكلمه بصوت واطي أم بعيد فنناديه ننادي بصوت عاليه فنزت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مش محتاجين الصوت العالي ولا الصوت الواطي لإني ما بتفرقش مع الله حيث لا يحده زمان ولا مكان ولا وبعده مكان أشكرك شكرا جزيلا أنه قلت الدكتور مجدى عشفور المسشار العلمي لمفتية الجمهورية شكرا جزيلا أحسن كده تنتهي حلقة المهاردة من رأي عام نشوفكم في حلقات مقبلة بإذن الله تسبحه